مرحبا بكم أصدقائنا متابعي قناة التعلم العزة في فيديو جديد أصدقائي في هذا الفيديو سوف نتعرف على الكثير من الأشياء الرائعة والمذهلة والتي لم يسبق لكم أن شاهدتموها لذا اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس واربطوا لحظة ما لنطير معا إلى أكبر المصانع في العالم أما هذا فهو روبوت يساعد على توسيع هذه الكاراتيش علاب الكارتون تنزل بسهولة شاهدوا هذه القلابات إنها تقوم بلف هذه الكابلات مع بعضها البعض لتصنع لنا كابلا فريدا من نوعه مقاوم حتى للبراكين دعونا ننتقل إلى عملية صناعة هذه اللامبات سريعة ورائعة والآن دعونا نشاهد عملية التغليف بدون تجهيف رائعة جدا يزيلنا الهواء وهي كالدواء هذا العمل رائع جدا الأشياء الكثيرة تنتقل مع بعضها البعض في رمشة عين وتصنع لنا هذا الشباك إنه الإسمنت المسلح لا بد أن يحتاج إلى هذه القطبان الحديدية هذه عملية رائعة لقطع هذا الحديد في مقيس محددة أما هذه فهي عملية صهر لإلصاق اليد في الكوب لست أعرف ما الغرض من هذا الشيء لكنني أظن أنها عملية تلميع هل تحبون تركيب اللامبات اليد؟ شاهدوا سرعة هذه الفتاة كل شيء مؤتمت هذا ما قلناه سابقا شاهدوا هذه العملية طي ولي ولف ببراغ صغيرة مهاميز تصنع لنا هذا الشيء يا لها من عجينة مثالية شاهدوا هذا المصنع بخط تعجين تلقائي الأتمة أصبح لابد منها في حياتنا اليومية النحط الفريد لا يحتاج إلى الذهب أو إلى معيدات النحط فقط روبوت بهذا الشكل وبرمج على ما تريد وها نحن دا شاهدوا عملية التلميع إنها عملية سقل رائعة بدقة وخفة إنها رشيقة كالبوغاتي ماذا عن هذه الفتاة؟ ماذا تفعل؟ إنها تقوم بنقش ظهر الكمان مدام الكمان في يديك فهو في أمان الآن دعونا ننتقل إلى عالم آخر إنها الرافعة الفلادية رقم ثلاثة ملايين حاملة الأتقال هذه هذه العملية ليست أقل روعة من عملية التلميع هذا الليزر يقوم بوضع المقياسات بدقة شديدة ينقش ويحدد المقياس المناسب في الوقت المناسب ما أجمل هذه القاطعة؟ دائما كنت أحبذها كالزبدة عملية تشكيل النصوص أو طرزها على الجلد أو الخشب لم تعد صعبة بعد الآن هذه عملية تخريش رائعة جدا عن طريق هذا العامل الليزري شاهدوا كم هو ثابت هل لديكم جدع شجرة منخور؟ ضعوا فيه هذا البخور أزد أقصد ضعوا فيه هذا الحديد الساخن ممم وحدارياني ألتسخ بكم أما هذه تبدو كشفرة لكنها تنظف كل هذا وتزيل الطلاء في رمشة عين ممتازة جدا هذه غسالة أوطماتيكية تلف هذا النحاس على هذا المحرك كم كانت هذه العملية صعبة يدويا هذا الروبوت يتعامل مع هذه اللوحات الإلكترونية بثبات وخفة ودقة كل الأشياء تحت السيطرة الآن دعونا ننتقل إلى عالم آخر وهو عالم التشكيل بالضغط الهوائي ما تشاهدونه لدي منه الكثير في هذا الاستوديو الخاصبي الذي أسجل منه إنها عازلات الصوت يعمل هذا الروبوت كمقلم للأظافر لكن بصيغة أخرى في الحديد يا أصدقائنا إنه الصانع المسامير بلا ضوضاء كثيرة واستهلاك أقل للطاقة الكهربائية والآن اربطوا لحظ ما سننتقل إلى عالم الأتات والفتيات إنه راقص ماهر أقصد طراز ماهر يقوم بطرز هذه الأتاتات لنشاهد الآن عملية تصنيع مواد الصيدلة شاهدوا بأعينكم هذا المصنع يصنع الكثير من الإطارات كما ترون إنه خط تصنيع رائع لهذه المواد الصيدلانية الآن دعونا ننتقل إلى الصين في واحدة من الأجزاء الكبيرة سنشاهد أكبر سيركل أو أكبر ذائلة من الحديد الصلب شاهدوا إنه حقا شيء مبهر بداية مع تصنيع عربات تيسلا هذا المصنع هو مصنع ألماني شاهدوا كيف تنتج هذه الروبوتات هذه التجميعة الرائعة هل شاهدتم هذه المصانع من قبل؟ لنشاهد هذه غرفة الديهانات يقومون بطل السيارة أولا بسباغة المضادة للصداء وبعدها الطلع الرئيسي أصدقائنا نترككم مع بقية الفيديو نتمنى لكم فرجا ممتع لا تنسوا أن تشاركوا في القناة فعلوا زر الجرس ولا تنسوا أننا سنلتقي غدا في حلقة جديدة وفي نفس الموعد وعلى نفس القناة فكونوا في الموعد في أمان الله باي باي إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا